اشتركوا في القناة اضافة وفي البداية اريد ان اؤكد ان دعم وتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هي دائما تحثنا على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ما بينه ما بين الدول وهذا اللي هو دعاننا ان احنا نستضيف هذا النوع من الاجتماع في مملكة البحرين طبعا الاجتماع راح يكون في اربعة اركان اولا راح نبتدي باجتماع مع دول مجلس التعاون بيكون برؤسة دولة الامارة العربية المتحدة ومن خلالها راح يتم مناقشة دور دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع من نسبة حق الدول اسيا اجتماع اللي بعده راح يكون اجتماع حيئة المكتب واللا هي مملكة البحرين بتكون موجودة فيه و جمهورية روسيا و اذربيجان و جمهورية العراق و دولة قطر اللي هو الدول العضاء اللي موجودين في حيئة المكتب وبعدها راح يكون عندنا اجتماع اللي تم من خلال تعيين مملكة البحرين أنه يتم دراسة ميثاق عمل جمعية البرلمانية الآسيوية ومن خلال راح يتم مراجعة بنود هذه الجمعية وراح أيضا يعني تترأسها مملكة البحرين وفي النهاية راح يتم اجتماع الجمعية نفسها اللي هو اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون المالية والمستدامة والله هو بعد ترأسها مملكة البحرين فعندنا يعني في خلال هاليومين هذه الأربع الاجتماعات المهمة بالإضافة إلى برامج المصاحبة حق الوفود المشاركة إن شاء الله نعم ساعدت النائب ما هي نعكاسات هذه الاستضافة بالنسبة لمملكة البحرين طبعا هذه الاجتماعات جدا مهمة وأن دول آسيا تعطي مملكة البحرين ثقة رئاسة هذه اللجنة المهمة في الجمعية البرلمانية الآسيوية يعكس على دور مملكة البحرين المهم في الناحية الاقتصادية وفي دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الذي يناقشها معظم هذا الشيء طبعا هذا النوع من الاجتماعات يكون لها دور مهم أن يكون فيه هناك تنسيق ما بين دول آسيوية أن هي شون يكون عندها مواضيع مشتركة وبالتالي يتم إرسالها بعد الاتفاق عليها من خلال هذه الاجتماعات إلى البرلمانات لتحقيقها أنها تتحول إلى قوانين وقواعد يتم من خلال هالعمل من ناحية الدول الآسيوية فهذه يعني الاجتماعات هي مهمة جدا لأن تخفف وتوحد الرؤى وتتكلم عن الاحتياجات في دول آسيوية خصوصا أننا دول آسيا اليوم نحن نملك أكبرى الدول لها تحريك أو لها علاقة قوية في تحريك الاقتصاد على العالم دول مجلس التعاون اليابان الصين كوريا الهند يعني كثير من الدول الآسيوية والمشاركة في هذا الاجتماع لها تأثير قوي اقتصادي فوجود هذه الاجتماعات وأننا نكون فيما بعد نكون يعني نطلع باتفاق على أمور كثيرة خصوصا هذه يعني تم نشرها سابقا أكيد رح يعطي دور مهم وقوي جدا حق دول آسيا نعم وبالتالي سيفاعل الدبلوماسية البحرينية لمملكة البحرين نتحدث سعادة النائب عن مجريات الجلسة الافتتاحية لهذه الاستضافة طبعا يعني احنا برعاية من معالي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى رح نبتدي افتتاح العمال الجلسة بيكون إن شاء الله يوم الأثنين ومن خلالها مباشرة بعد الافتتاح رح يتم مناقشة سبع مواضيع مدرجة في اجتماع اللجنة المالية وتنمية المستدامة وراح يتم مناقشة يعني اللهي تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبع تعشر وتحقيق وجود سوك آسيوي حق الطاقة نعم أيضا رح يتم مناقشة تأثير المناخ على الاقتصاديات نعم والمحافظة على النمو الاقتصادي للدول الآسيوية فهذا المواضيع المهمة اللي رح يتم مناقشتها وبالتالي يتم الاتفاق عليها تمهيدا لرفعها للبرلمانات الآسيوية نعم سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية شكرا جزيلا لك شكرا لك